شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي قال الله تعالى في كتابه الحكيم قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة صدق الله العلي العظيم الحب عندما يتعلق بشيء هذا التعلق يمكن أن يفرض على نحوين النحو الأول أن يكون هذا الحب حباً طريقياً ماذا يعني الحب الطريقي؟ الحب الطريقي معناه أن الشيء لا يكون محبوباً لذاته وإنما يتعلق به الحب لأنه وسيلة إلى شيء آخر وبعبارة ثانية الحب ينصب أولاً وبالذات على شيء ويترشح ثانياً وبالعرض من ذلك الشيء على شيء آخر إذاً حبك لهذا الشيء الآخر ليس حباً ذاتياً وإنما لأنه وسيلة إلى غيره مثلاً إذا فرضنا الشخص يحب الدينار ويحب الدرهم هل يحب الدينار والدرهم لذاتهما؟ لا لأنه هذه الأوراق النقدية لا قيمة ذاتية لها لا محبوبية ذاتية فيها ولذلك إذا تبدل الدعم لهذه الأوراق النقدية تجد أن ألف ورقة من هذه الأوراق لا تسوى شيئاً فهذا الحب إنما كان حباً لشيء آخر لا حب لهذه الأوراق بما هيه هذا هو النحو الأول من أنحاء تعلق الحب النحو الثاني أن يكون التعلق تعلقاً موضوعياً يعني شنو التعلق الموضوعي؟ الشيء محبوب لذاته لا تتخذ هذا الشيء وسيلة إلى غيره الآن إن تلاحظوا حبنا للكمال وحبنا للجمال الله سبحانه وتعالى جعل فينا نحن البشر حب الجمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروى أنه كان يحب النظر إلى الخضرح هذا حب للجمال نحن عندما نحب الجمال ما هي الدوافع هذا الحب؟ يعني إذا سألك الشخص لماذا تحب الجمال؟ لماذا لا جواب لها؟ لأن الشيء إذا كان حبه لغيره فهذا الحب يعلل أما إذا كان الحب حبا للشيء لذاته هذا الحب لا يعلل لماذا نحب الجمال؟ الجواب هذا الحب منوط بذاته هذا الحب مرهون بذاته نحن نحب الكمال الكمال يعني العلم العلم نوع من أنواع الكمال التقوى نوع من أنواع الكمال الصفات الأخلاقية الطيبة نوع من أنواع الكمال نحن لماذا نحب الكمال؟ الجواب الكمال محبوب لذاته هذه الفطرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فينا تنشد إلى الكمال نحن نحب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحب أهل البيت قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القرباء لماذا نحب أهل البيت؟ لا يحتاج إلى كلمة لماذا؟ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يمثلون الكمال ولذلك نحب أهل البيت الله سبحانه وتعالى يمثل الكمال المطلق وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يمثلون الظل ذلك الكمال المطلق الله سبحانه وتعالى يمثل القدرة المطلقة وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يمثلون ظلاً لتلك القدرة المطلقة الله سبحانه وتعالى يمثل العلم المطلق وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ظل لذلك العلم المطلق نحن في هذه الأيام نعيش في ذكرى إمامين عظيمين من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الإمام الحسن المشتبى صلوات الله وسلامه عليه وعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رجل يصعد فوق المنبر ويقول كلمه لم يستطع أحد قبله ولم يستطع أحد بعده استثن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع أحد إلا من ارتبط بذلك العلم المطلق وبتلك القدرة المطلقة يصعد فوق المنبر ويقول سلوني قبل أن تفقدوني هل تجدون فقيها من الفقهاء أو عالما من العلماء أو عظيما من العظماء إلا من اتصل بتلك القدرة المطلقة وبذلك العلم المطلق يستطيع أن يقول بصدق هذه الكلمة سلوني قبل أن تفقدوني لا تطرح أي مسألة تتعلق بالدين أو بالدنيا أو بالماضي أو الحاضر أو المستقبل إلا ويجيب عليها بدون أي تردد هل تجدون في التاريخ رجلا يستطيع أن يقول بصدق هذه الكلمة هؤلاء أوعية مشية الله مظاهر لطف الله حملة كتاب الله مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى ونحن نحبهم لأنهم يمثلون هذا الكمال ويمثلون هذه القدرة الإلهية المطلقة ترى رجل لم يشاهد عليًا صلوات الله عليه ولم يشاهد الإمام المشتبى ولم يشاهد أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم إحنا شاهدنا أهل البيت لا سمعنا كلامهم لا عاينا أشخاصهم لا ولكن ترى الرجل يتفانى في أهل البيت لماذا؟ يبذل الرخيص والغالي لأهل البيت لماذا؟ لأن هذا الحب هذه المودة هي التي تسوقه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل المؤرخون أنه في ذات يوم كان في مجلسه وإذا بأحد الصحابة يدخل أظن أنه كان مصعب ابن عمير لم أجد اسمه في هذه المصادر التي رأيتها وعليه إهاب كبش جلد كبش هذا الرجل هذا الشاب كان يعيش في أفضل عيشه أفضل أنواع العيشه كان يعيشه كان أبوه ثريا وكانت أمه ثريه وكان يعيش وضعا يحسده عليه الآخرون ولكن الآن يدخل بهذه الهيئة الرثة عليه جلد كبش النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه فيقول لأصحابه انظروا إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه حقيقة مثل هذا الموقف يحتاج إلى نور من قبل الله سبحانه وتعالى انظروا إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه لقد رأيته بين أبويه يغذوانه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون هذه النقلة من تلك العيشة إلى هذه العيشة لأن هذا الحب حب صادق الحب إذا كان صادقا لا يعرف حدا معينا الإنسان يتفانى في من يحبه في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي المؤرخون أنه كان في غزوة من الغزوات بعد انتهاء الغزوة خاطب أصحابه وقال من يأتيني بخبر من سعد سعد أحد الصحابة سعد ابن الربيع قام رجل وقال أنا آتيك بخبره النبي صلى الله عليه وآله قال لقد رأيته في النقطة الفلانية واثنعش واحد كانوا محيطين به بسيوفهم ورماحهم وهو كان يدافع دفاعا مستميتا عن نفسه اذهب إلى تلك النقطة واتني بخبره ذهب الرجل إلى تلك النقطة فرأى سعدا وبه رمق من الحياة يعني في اللحظات الأخيرة من حياته هذه اللحظات من أشد اللحظات على الإنسان لأنه الإنسان في هذه اللحظات الإنسان أنتوا لاحظوا إذا خسر تروته ماذا يصاب إذا والعياذ بالله فقد ابنا من أبنائه كيف تكون حالته في تلك اللحظات الإنسان يفقد كل شيء في لحظة واحدة يعني كل الثروح كل الأموال الأبناء كل العلائق المادية في لحظة واحدة في لحظة واحدة الإنسان يشوف أنها تنقطع وبعدي أن هذا الرجل ما يموت على فراشه هذا 12 واحد خاصروه وطعنوه وضربوه نزف الدماء العطش ثقل السلاح لاحظوا هذه الحالة جاء إلى سعد ورآه بتلك الحالة قال له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عنك ففتح عينه وقال أرسول الله حي هذا هو سؤال هذا هو هم لم يسأل عن شيئا آخر شنو وضع زوجتي وأولادي شنو وضع أموالي وعقاراتي ليست هذه تهمّه وصيّة لأولاده لا تهمّه الذي يهمّه أرسول الله حي هذا هو السؤال قال نعم وهو يسأل عنك فقال سعد أبلغ رسول الله عن السلام وقل للأنصار يعني جماعة أهل المدينة لا تنسوا بيعة العقبة إذا وصلت شوكة إلى رسول الله وفيكم عين تطرف أنتم لستم بمعذورين أمام الله انقل وصيّتي هذه إلى الأنصار وغمّض عينه ومات جاء هذا الرجل ونقل هذا الموقف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله رحم الله سعدا نصرنا حيا وأوصى بنا ميتا المقطع الثاني من الحديث أن الحب يرتبط بماذا هذا الحب وهذه درجات الحب بماذا ترتبط الجواب الحب من أهم عوامله المعرفة الإنسان الذي يعرف الشخص يعرف كمال الشخص يعرف خلق الشخص وسلوكه ينشد طبيعيا إلى ذلك الشخص الأشخاص الذين لم يحبوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الأشخاص البعيدون عن أهل البيت لماذا هم كذلك لأنهم لا يعرفون أهل البيت كلما ازدادت المعرفة ازدادت درجة الحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل المؤرخون أنه قال لولا رأى عليا في قضية مفصلة وقال لولا أني أخاف أن تقول فيك أمتي ما قالت النصارى في المسيح ابن مريم لقلت فيك قولا لا تمر بملأ إلا وأخذ التراب من تحت قدميك الحب كلما ازدادت درجة المعرفة ازدادت درجة الحب الأشخاص البعيدون أذرهم أنهم لم يعرفوا أهل البيت في حرب صفين في تلك الحرب المعروفة كان هناك أخوان أخوان اثنان أحدهما في جيش علي صلوات الله وسلامه عليه والثاني في جيش معاوية التقى الأخوان هذا الأخ قال لذلك الأخ لماذا أنت في جيش معاوية لماذا تحارب معاوية أنت متعرف معاوية قال له أخوه أنت لماذا في جيش علي السؤال مردود عليك أنت لماذا تقاتل مع علي صلوات الله عليه قال له لماذا قال علي لا يصلي علي الذي لا يصلي كيف تحارب معه لاحظ التعتيم لاحظ تلك الأجواء التي صنعها بنو أميه هذه الأجواء موما لذلك الوقت إلى الآن هذه الأجواء موجودة أنت لا تنظروا محيطا معينا الكثيرون لا يعرفون شيئا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه لأن هذه الكلمة كلمة أهل البيت لم تصل إليه هذا شاف أن الكلام لا ينفع قال له أنا عندي طلب منك هذا الطلب تعال وشوف علي هذا هو أنت تعال فقط ألقي نظرة واحدة على علي صلوات الله عليه وأنا أعطيك الأمان في المعركة والتفصيل مذكور في كتاب الجهاد إذا واحد من المسلمين أعطى أمان لواحد من الكفار قال له أنت في أماني أنت آمن بعد ما إلى واحد حق يتعرض لهذا الشخص هذا في أمانه قال أنت في أماني لن يتعرض لك أحد بسوء إجى هذا الرجل وجاء ونظر إلى علي صلوات الله وسلامه عليه نظرة واحدة كانت هذه النظرة كافية لأن تقلبه من ذلك الخط إلى هذا الخط انتقل من جيش معاوية إلى جيش علي صلوات الله عليه بنظرة واحدة إلى ذلك المحيى النوراني الحقيقة الناس لا يعرفون لو عرفوا لاتبعوا لو عرفوا لأحبوا ولكن الناس أعداء ما جهلوا في هذه الفترة الأخيرة شخص لا يعرف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كثير من الناس لا يعرفون ما يعرفون وعذره أن الكلمة لم تصله لكن ابن هذا الشخص كان الله سبحانه وتعالى قد نور قلبه بولاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الإبن يخشى أن يناقش أباه لأن تعلمون أنه في البحث وبالمناقشة لعله تكون هناك بعض الحدح ما يناقش أبوه ولكن يعطي كتابا واحدا لهذا الأب كتاب واحد يقول يا أبه اقرأ هذا الكتاب هذا هو الأب يأخذ هذا الكتاب ويقرأه بعد أيام يتمرض الأب تشتد حالته ويموت بهذه العلح ولا يقول شيئا لا سلبا ولا إيجابا حول ذلك الموضوع في الليل يرى الإبن أباه بالمنام ويراه في حالة جيدة وفي وضع جيد وبيده ذلك الكتاب يقول الأب لابنه لم ينفعني في هذا العالم إلا هذا الكتاب وهو كتاب المراجعات للسيد شرف الدين رحمة الله تعالى عليه هذا الكتاب هو الذي نفعني في هذا العالم تبين أن الرجل طالع هذا الكتاب واقتنع بما في هذا الكتاب ولكن الأجل لم يمهله لإظهار ولائه لأهل البيت إذا وصلت كلمة أهل البيت إذا أوصلنا الصورة الحقيقية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى من لا يعرفهم ربما لا تجد إلا القليل وهم القلة المعاندة الذين لا يقبلون وإلا بقية الناس إذا عرفوا الحق فإن الناس إذا عرفوا محاسن كلامنا اتبعونا نسأل الله سبحانه وتعالى في هاتين المناسبتين العظيمتين ذكرى ميلاد الإمام المشتبى صلوات الله وسلامه عليه وذكرى استشهاد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة أن يمن علينا بلطفه وأن يزيد في قلوبنا معرفتهم ومحبتهم وأن يوفقنا لأن نكون معهم في الدنيا وننال شفاعتهم في الآخرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي اشتركوا في القناة